من جانبه أجدد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دعوته للأطراف اليمنية إلى الجلوس على طاولة المفاوضات للخروج بحل سياسي يوقف الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام وأننا نؤكد مجدداً فوقفنا لدعوة الأصراف اليمنية إلى طاولة المباحبة وصولاً إلى الحل السياسي المنشود الذي يضع حداً لمعاناة أبناء الشعب اليمني بعودة الأمن والاستغرار إلى ربوع اليمن الشريف